مدرسة الاندلس الابتدائية الخاصة للبنين الصف الثاني اللغة العربية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية أسأل الله أن يوفقكم وأن ينفع بكم اللهم آمين قلنا أن نشيد الوحدة بعنوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فاروق هذه الأمة الذي إذا ذكر اسمه ذكر العدل وإذا ذكر العدل تذكرنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نسأل الله أن يجمع نبيه وبالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأطخار في مستقرر رحمته اللهم آمين ومع النشيء بحبك تهتف الأمم فأنت السيف والقلم ومن فرح بك الإسلام كبر واحتفى الحرم مقامك أيها الفاروق في العلياء محترم وفي عيني رسول الله أنت الفهم والحكم وأنت خليفة الإيمان وفيك العدل والقيم شهيد الفجر والمحراب مرحى مرحى أيها العلم درسنا اليوم بعنوان ألوات الاستفهام نقمنا ما بدأناه في الحصة الماضية من درس الاستفهام والآن افتح كتابك معي صفحة تسعين وتسعين وصفحة مئة وانتبه معي حفظك الله ورعاك ودائما قبل أن تبدأ تذكر الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء المأثور عند الاستذكار اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم علمنا ما جهلنا وأنفعنا بما علمتنا واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم اللهم أمين اللهم أمين أهدافنا لدرس اليوم هي الهدف الأول أن نحدد أدوات الاستفهام تحديدا دقيقا الهدف الثاني نوظف هذه الأدوات توظيفا دقيقا بحيث نفرق بينها وبين غيرها من الأدوات أسأل الله لكم الفهم والتوفيق اللهم أمين الهدف الأول الهدف الأول توقع منك ولدي العزيز في نهاية الدرس أن تكون قد تمكنت من تحديد أدوات الاستفهام تحديدا دقيقا أدوات الاستفهام ما من هل أين متى كم وكل أداء من هذه الأدوات تستخدم استخداما يختلف عن غيرها فهي مختصة بشيء لها خصوصية عن غيرها من الأدوات فما تستخدم للسؤال عن غير العاقل غير العاقل أسألك ما معك تقول معي قلم معي نقود أسألك عن شيء شيء غير عاقل أما لو قلت لك من معك تعلم أنني أسأل عن شخص فتقول معي أحمد معي حمد معي راشد معي سعود هكذا نفهم الفرق بين ما ومن أن ما لغير العاقل ومن للعاقل ما على المكتب أي ما الشيء الذي على المكتب تقول لي على المكتب كتاب على المكتب قلم على المكتب حاسوب أي شيء غير عاقل أما من فهي للسؤال عن العاقل من فهم الدرس يجيبني كل واحد منكم وكل ثقة أن جميعكم يفهم إن شاء الله أنا فهمت الدرس يا أستاذ من فهم الدرس أنا فهمت الدرس يقول كل واحد أنا فهمت الدرس تقولوا جميعا نحن فهمنا الدرس أسأل الله لكم ذلك هل للسؤال عن مضمون الجملة هل فهمت الدرس هنا أسأل عن فهم الدرس فإما أن تجيبني بالإثبات فتقول نعم فهمت الدرس أو بالنف فتقول لا لم أفهم الدرس أين تسأل عن أحسن ممتاز المكان أين أنت في البيت أين حاسوبي على المكتب في غرفتك هكذا أسأل عن المكان متى السؤال عن الوقت عن الزمان متى استيقظت اليوم استيقظت مع طلوع الفجر استيقظت في الساعة السادسة استيقظت في الساعة الثامنة هكذا تحدد الوقت الذي استيقظت فيه كم وعندما نقول كم تعرف أن هناك عددا كم للسؤال عن العدد كم درسا زاكر زاكرت ثلاثة دروس أحسن نعم الهدف الثاني في درسنا أريد منك أن توظف أدوات الاستفهام توظيفا صحيحا هذه الأدوات التي تعرفنا عليها وحددناها في الهدف السابق نريد أن نوظفها في جمل وأن نستخدمها في حل الأسئلة أسأل الله التوفيق أملو الفراغة بأدات استفهام من بين الأقواس قصتك المفضلة هل الإجابة الصحيحة ماذا قصتك المفضلة يا صح ما قصتك المفضلة هل قصتك المفضلة رائع رائع ما قصتك المفضلة عمرك من عمرك قلنا أننا نجرب كل اختيار حتى نصل إلى الصياغة الصحيحة أين عمرك كم عمرك صديق لك لا يعرف عمرك فأقول لك كم عمرك تقول له عمري سبع سنوات ثماني سنوات كم عمرك كسر الزجاج كسر الزجاج جاء الوالد فوجد زجاج النافذة مكسور فسأله هل قال كيف كسر الزجاج هو لا يعرف من الذي كسر الزجاج ولعل الإجابة في طيات الكلام لماذا كسر الزجاج؟ يسأل عن الفاعل عن الذي قام بكسر الزجاج فيقول من كسر الزجاج؟ طبعا كسره عن طريق الخطأ لم يتعمد ذلك سؤال الرابع راشد في المسجد؟ المناسب هل؟ هل راشد في المسجد؟ ما راشد في المسجد؟ من راشد في المسجد؟ أحسن هل راشد في المسجد فيجيبني بماذا يقول نعم راشد في المسجد أو إذا كان راشد غير موجود يقول لا راشد ليس في المسجد موجود في البيت ننتقل إلى السؤال التالي أضع سؤالا على كل جملة كما في المثال عندي إجابة أريد أن أضع لها سؤالا المثال أسكن في مدينة الدوحة إذن يكون السؤال ماذا أين تسكن رائع أين تسكن ننتقل أزور جدي يوم العطلة أزور جدي يوم العطلة أجاب هنا عن وقت يوم العطلة عن زمان فيكون السؤال بماذا ما هي الأدلة تسأل عن الزمان متى تزور جدك أحسنتم جزاكم الله وخيرا متى لأني متى تسأل عن الزمان والإجابة حددت زمان له يوم العطلة قرأت قرأت ثلاث قصص هنا عدد تناول عدد حدد لي ثلاث فأسأل بأي أداة كم قصة قرأت السؤال الرابع الحقيبة تحت تحت الطاولة حدد المكان ولا لم يحدد وهنا استخدم ظرف المكان تحت نتذكر جميعا ظرف المكان تحت فوق أمام خلف تحت فوق أمام خلف ظرف المكان الذي أخذناه هذه الكلمات الأربع فهنا تحت أفادت مكان فأسأل عن المكان فالأداة رائع 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 من همس وقال أين أين الحقيبة رائعين هكذا وظفنا أدوات الاستفهام وعرفنا استخدام كل واحدة أسأل الله أن يوفقكم جميعا وبانتظار تساؤلات أي منكم حول سؤال لم يفهمه أو شيء لم يفهمه وأريدك أن تجيب هذه الأسئلة في كتابك صفحة 99 وصفحة 100 أسأل الله أن يوفقكم حبوه يرضى وكما تعودنا نريد أن نغلق درسنا بتأكيد على ما جاءنا فيه وما درسنا فيه نجيب عن هذه الأسئلة وهنا أيضا ما السؤال المناسب فيما يلي ما السؤال المناسب فيما يلي أي أني أعطيك الإجابة وأريدك أن تحصل على السؤال تعرف السؤال الإجابة نعم عندما أرى كلمة نعم أو لا في الإجابة أعرف أن السؤال بأدات أحسن نعم رائع هل نعم أذهب إلى النادي بهل تذهب إلى النادي السؤال الثاني خالد في المدرسة أجاب عن مكان خالد فتكون السؤال بأي أداة الأداة لا تسأل عن المكان ما هي رائع أين خالد أين خالد أسأل الله لكم التوفيق اللهم أمين اللهم أمين